اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنا بنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم زيننا بزينة الإيمان وعصمنا من عبادة الأوثان وارفع درجاتنا بالقرآن واجعل مقامنا في أعلى الجنان وأجرنا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الرحيم البر تحب البر وتعلم ما في البحر والبر وتعلم ما في الجهر والسر تثيب عبادك المؤمنين في دار القرار في جنات تجري من تحتها الأنهار فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا للباقيات الصالحات قبل الممات واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا واجعلنا من الخاشعين اللهم اشغلنا بك ولا تشغلنا عنك واصرفنا إليك ولا تصرفنا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يقلب الليل والنهار يدفع المفاسد والمضار نعوذ بك يا ربنا من نعيم يعقبه السقم ونعيم يورث الحسرة والندم يا من بشكره تدوم النعم اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقامتك وجميع سخطك اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقضي ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم أصلح أولادنا ولا تجعل لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها اللهم وفق حكامنا والرعية وأصلح لهم النية والذرية وأبعدهم عن كل بلية ورزية وانصر جنودنا ورجال أمننا في هذه البلاد الأبية يا رب البرية إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين